نحن في اليوم التاسع والتسعين ما أبرز ما حصل في هذا اليوم من تطورات يعني اليوم في تطورات كثيرة طبعا أهمها أن هناك تقريبا ألاف من أهالي الأسرة والمحتجزين من الأسرة الإسرائيليين في غزة يتظاهرون في تل أبيب لديهم مظاهرة على مدار 24 ساعة ستستمر 24 ساعة بمناسبة 100 يوم هذا يشكل ضغط كبير على الحكومة الإسرائيلية وعلى الجيش الإسرائيلي الجديد أنهم عملوا مجسم لنفق قولوا 30 متر ويحاولوا أن يجسدوا المعاناة التي يعانيها محتجزيهم وأسراهم في غزة من باب إثارة الرأي العاب هل تنجح مثل هذه المحاولات دكتور؟ لأنه من أطلق صراحه تكلم بشكل إيجابي عن فصال المقاوضة والوضع الذي كان فيه لا وليس له علاقة لا يتحدثون عن أن الظروف صعبة ومن يريدون أبنائهم يعودون إليه يعني هم ليس الهدف ليس الهدف هو أن ظروفهم صعبة لأن الهدف هو أنهم يريدونهم أحرار قبل أن يقتلوا في الغارات الإسرائيلية؟ نعم قبل أن يقتلوا أو لأنه فيش حل يعني الاعتقاد الإسرائيلي أو الدعاية الإسرائيلية بأن التي تبناها نتنياه وتبناها الجيش أن الضغط العسكري هو الذي سيؤدي إلى الإفراج عنهم فشل وبالتالي أمام الخيارين إما أن تقول أننا سنتنازل عنهم سيموتوا بالقصف أو يموتوا بأي شكل خانقا أو أن يتم وقف الأدوان والتفاول هكذا ليس هناك حلول بالنسبة لأهل الأسراء أوقف الحرب اليوم الآن أوقفها وفاوض على أطلاق صراح الأسراء ولكن قبل قليل كان أنا جاءت إلى الأستوديو وكان هيرتسا ليفي ريسلر كان يتحدث في مؤتمر صحفي وهو أشار إلى هذه النقطة وهو بالنسبة لهم سيكون كلام محبط قال أننا نبذل كل جهد لإطلاق صراح الأسراء نحن بالنسبة لنا هذه أولوية ولكنه قال نحن لن نقبل بوقف إطلاق النار مؤقت يعني بمعنى هو أيضا أغلق الطريق أمام إمكانية أن يتم صفقة لوقف إطلاق نار مؤقت لسبعين ثلاثة شهر أربعين يوم وإطلاق صراح جزئي لبعض الأسراء على أساس إنساني هو عمليا أغلق الطريق كلامه اليوم هو أغلق الطريق لكن الدكتور لو سبحت ريه هذا في حال كانت فصائل المقاومة هي تطلب إطلاق نار مؤقت على العكس تماما الفصائل تطلب وقف إطلاق نار دائم صحيح كلامك يعني حتى لو قبلت إسرائيل أو هيرتس هاليفي هذا غير مقبول لدى فصائل المقاومة يعني هو موقف فصائل المقاومة واضح أننا لن نقبل بصفقة مؤقتة ولكن كانت هناك جهود جهود متواصلة من قبل إسرائيل ومن قبل الوسطاء أن يتم التوصل إلى صفقة مؤقتة وإسرائيل كانت مستعدة أن تقبل يعني إسرائيل كانت بعثت رئيس الموساد إلى قطر وبعثت وفد إلى القاهرة لمحاولة التوصل إلى صفقة مؤقتة ولكن كان هناك موقفا معارضا لن نقبل الآن كلام هذا الجديد كلام هيرتس هاليفي هو وكانه يقول نحن أيضا لا نريد صفقة مؤقتة نحن أيضا لا نريد هذا هو الجديد وبالتالي هذا بالنسبة لها الأسرة بعد مات يوم من الأسر هذا أمر محبط كثيرا يعني دائما ما نرى في جميع هذه الفيديوهات التي تبطوها فصائل المقاومة بأن عناصر المقاومة يختارون أماكنهم بعناية وتسهل عليهم عملية قنص واستهداف آليات وجنود الاحتلال بخلاف الطرف الآخر الذي دائما يكون في أماكن مكشوفة أو يتحرك بطريقة لا تعرف تشعر وكأنه لا يعرف أين يتحرك أو تسهل على فصال المقاومة استياده فيها ما تعليقون؟ يعني أولا بلا شك أن هناك مقاومة وأن هناك خسائر إسرائيلية كبيرة اليوم أعلنوا عن مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين يوم فقط الفيديوهات التي نراها هي أن أحد الأسباب أولا أن هناك صدمة الإسرائيليون من كميات الأسلحة الموجودة هم أيضا صدموا من التصنيع المحلي قذيفة اليسين هاي التي تقريبا كما سمعت هي بفاعلية الأر بي جي الذي تم تصنيعه في سنوات الستينات هي بنفس المفعول لقذيفة الأر بي جي وهي تصنع محليا هناك كميات كبيرة أحد الجنود قال أن ما تملكه المقاومة من أسلحة ومن دخائر ومن متفجرات هو أكثر بكثير مما يملكه الجيش الإسرائيلي في غزة على الأقل وبالتالي أمر طبيعي هذا يترجم إلى إنجازات هذا من ناحية ولكن لكي نكون أيضا موضوعيين نحن نرى صور المقاومة ولكن هناك أيضا الجيش الإسرائيلي ينشر صور لمواجهات واشتباكات من مسافة صفر ويصيب فيها مقاومين إلى آخره لكن الحقيقة أن هناك مقاومة ومقاومة شديدة تمنع إسرائيل من الشعور على الأقل بأنها حققت إنجازات كبيرة الأمر الآخر هو أن عندما يتم هدم عمارة أو بناية في كثير من الأحيان يكون تحت هذه البناية فتحة نفق على سبيل المثال أو نفق وبالتالي الإسرائيلي يطمئن أن هذه لا يوجد شيء كل من كانوا تم استشهادهم وأن المبنى تهدم وإن كان فيه هناك نفق قد تهدم وإن كان هناك فتحة نفق قد تم إغلاقها نتيجة القصف ولكن يتفاجأون في كثير من الأحيان أن يخرج لهم المقاومين من بين الأنقاض وهذا أمر مربك طالما في قوات على الأرض هكذا هي القاعدة طالما في قوات على الأرض هناك مقاومة وهناك خسار للجيش الإسرائيلي لكن هناك تغيير في كل الحرب التي كانت في السابق هي ليست المواجهة التي كانت في شمال غزة في بداية الأدوان أو في مدينة غزة كانت هناك كتائب منظمة وكانت هناك عداد كبيرة من المقاومين ولكن الآن أنت تتحدث عن مجموعات صغيرة المقاررة التي قمت بها دكتور سفيان مهمة جدا قذيفة الياسين 105 محلية الصنع الغزاوية بقذائف مثل الارب جي التي تصنعها دول بميزانيات ضخمة وما شابه ألا يثبت هذا بأن تسائل المقاومة مبتكرة وتجدد نفسها باستمرار رغم إمكانياتها الضعيفة وهي قادرة على الاستمرار وليست مجرد أشخاص يحملون أسلحة لا لا طبعا هناك خبرات كبيرة ليس فقط قذيفة الياسين إسرائيل تقول أنها اكتشفت مصانع يصنع هناك الرصاص الرصاص يصنع في غزة المتفجرات تصنع في غزة المادة المتفجرة الدافعة للصواريخ التي تطلق تصنع في غزة وهذا ما اكتشفوه أو قالوا أنه اكتشفوه في المصنع التحت أرضي في منطقة البريج والمغازي قبل عدة أيام وبالتالي نعم هناك ليس هم كانوا يعتقدوا أنها دولة مجموعة درويش أو مجموعة عصبات هكذا هم حاولوا أن يقدموا الأمر ولكنهم اكتشفوا أن هناك عقول تعمل هناك رجال هناك مهندسين هناك مخططين هناك قدرات عسكرية هناك تصنيع دول كبيرة لم تستطع أن تفعل ما فعلته والتصنيع أين؟ كله تحت الأرض بعمق 30 متر تحت الأرض وهذا يحتاج إلى تكنولوجيا كبيرة وإلى علم كبير كيف تستطيع أن تصنع مواد متفجرة وأسلحة وذخيرة وأنت تحت الأرض أشرت إلى تصريحات رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية هيرتسي هاليفي وكيف أنه تحدث عن الأسرة ويبدو بأن إسرائيل لا تذهب في اتجاه عقد صفقة جديدة حتى وإن كان وقفة إطلاق نار مؤقت لأنه كانت لديه تصريحات عاجلة ظهرت على شاشتنا قبل لحظات يقول بأن حماس تعلق أمال على حد قوله على أبرام صفقة جديدة ووقف إطلاق نار مؤقت من أجل ربما يظهر نجاحه ومشابه ولكن مثل هذه التصريحات الإسرائيلية في رأيك في أي اتجاه تدفع أهالي المحتجزين الذين يحتاجون طوال أسابيع كل يوم أمام وزارة الدفاع هل أم أنهم فعلوا كل ما لديهم ليس بدون تصريحات قاند هارتساليفي والتي لا يثق فيها أهالي الأسرة بمعنى هم لا يرون ترجمة عملية لهذه التصريحات سلوك الجيش الإسرائيلي هو لا يترجم عمليا ما يقوله هارتساليفي بأن موضوع الأسرة هو موضوع أولوي وبالتالي الإحباط موجود ولولا وجود الإحباط لما تظاهروا اليوم في تل أبيب ويردون أن يتظاهروا على مدار 24 ساعة المتواصلة القادمة ولما بقي الأسرة لمدة 100 يوم وبالتالي الثقة غير موجودة ولكن على ما يبدو هارتساليفي يعني هو يتحدث عن وقف إطلاق النار بناء على طلب حماس أنه وقف وقف إطلاق نهائي هم يعتقدون أن حماس تريد أن حتى في الوقف المؤقت لمدة شهر أو أكثر لأن هكذا المقاومة تطلب لا تطلب لا أسبوع ولا أسبوعين إذا طلبت طلبت أن يكون المدة طويلة وأن يكون وقف إطلاق النار بشكل كامل وبشكل دائم ولكن إن كان مؤقتا فيجب أن يكون طويلا فهم يعتقدون أن حسبة المقاومة أنه إذا كان وقف إطلاق النار لمدة 40 يوم على سبيل المثال أو شهر فهذا يعني أن من الصعب العودة إلى القتال وللحرب مرة أخرى وبالتالي أغلق الباب هذا أمام هذه الاقتراحات هذا يحبط أكثر عائلات الأسرة ويجعلهم يعني يفكرون في أمور أخرى قبل ذلك فكروا فيها على سبيل المثال الإضراب عن الطعام والاعتصام بشكل دائم إما في ساحة المخطوفين كما اسموها في تل لابيب في وسط تل لابيب أو على باب رئيس مجلس الوزراء أو بيت رئيس الوزراء أو أمام وزارة الدفاع بمعنى أنا في اعتقادي إذا لم يتم تطورات إيجابية بالنسبة لهم سيقدمون على هذه الخطوة لمحالة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر